موسيقى حضر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي روسيا من رد قوي إذا شنت روسيا هدمات في عيد استقلال أوكرانيا وأوضح رئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مع نظره البولندي أندري دودا أن روسيا تشنو الهجمات طوال الوقت متوقعا تصعد وطيرة الهجمات مع اقتراب عيد الاستقلال وحول احتمال توجيه ضربة صاروقية روسية إلى كييف قال رئيس الأوكراني أن هناك تهديدا يوميا بشأن الهجمات وأن المخابرات الأوكرانية تتعمل مع المخابرات الأجنبية أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي أن علم أوكرانيا سيعود إلى كل مدينة وقرية في البلاد جاء ذلك خلال مراسم رفع العلم الوطني لأوكرانيا بالعاصمة كييف كما هنأ زيلانسكي الشعب الأوكراني بمناسبة حلول يوم العلم الوطني لأوكرانيا أعلنت هيئة الأرقان الأوكرانية تنفيذ روسيا ضربات مدفعية ودوية في منطقة زابوريجيا التي تضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وتأتي الهجمات قبل يوم من الاحتفال بذكرى استقلال أوكرانيا حيث حضرت كييف الاحتفالات العامة خشة وقعي مزيد من الهجمات لا تزال تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية تلقي بظلالها على العالم لما سببته من أزمة طاقة وأخرى متعلقة بالغذاء بالإضافة لمخاوف دولية كبيرة من حدوث كارثة النووية في محطة زابوريجيا وفي الوقت الذي تتبادل فيه موسكو وكييف لاتهامات بشأن الهجمات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن روسيا نفذت ضربات مدفعية وجوية على عدة بلدات بمنطقة زابوريجيا بالقرب من خطوط المواجهة جنوبي البلاد الهجمات الجديدة تأتي قبل يوم واحد من الاحتفال بذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي السابق والذي يصادف غدا الأربعاء وبسبب المخاوف من وقوع ضحايا جدد اضطرت كييف لحظر الاحتفالات العامة المتعلقة بذكرى الاستقلال خلال هذا الأسبوع وذلك من الاثنين حتى الخميس في وقت تتزايد فيه المخاوف من تزايد هجمات موسكو بعد أن اتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي عملاء أوكرانيين بقتل داريا دوجين ابنة المفكر الروسي أليكساندر دوجين المقرب من الرئيس بوتين واعترفت أوكرانيا بوقوع نحو 9000 قتيل في صفوف قواتها المسلحة فيما تقدر الأمم المتحدة الضحايا في صفوف المدنيين بأكثر من 5500 شخص من جانبها حذرت السفارة الأمريكية في كييف من خطط روسية لضرب البنية التحتية المدنية والحكومية في الأيام المقبلة بالتزامن مع ذكرى الاستقلال وفي ضوء الهجمات العديدة التي تقوم بها القوات الأوكرانية ضد الوجود الروسي في البلاد قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من تراسو 27 فوق منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا وفي تقريرها اليومي قالت موسكو أيضا أنها دمرت مدفع هاوزر أمريكيين من تراز أم 777 حاثت السفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين الذين مازالوا في أوكرانيا على مغادرة البلاد فورا وقالت الخارجية الأمريكية أن روسيا تكسف جهودها لشني ضربات ضد البنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية الأوكرانية خلال الأيام المقبلة يأتي ذلك بعد رفع المخابرات الأمريكية السرية عن معلومات تشير إلى اعتزم روسيا استهدف البنية التحتية الأوكرانية بشكل متزايد دعت روسيا الدول الخمس النووية إلى تجنب أي صدام نووي والامتفال لمبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابح في حرب نووية وقال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيليني بنزيا قال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن روسيا تدعو الموقعين على البيان المشترق لزعماء الدول النووية والذي تم تبنيه في الثالث من يناير الماضي إلى ضرورة عدم إطلاق العنال لحرب النووية وأن تظل الدول الخمس ملتزمة بتنفيذ البيان قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نات برايس أن العقوبات الأمريكية لا تمنع المتخصصين الروس من إجراء عمليات تفتيش في المنشآت الأمريكية بموجب معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستار وأضف برايس أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد الروسي بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا تنسجم تماما مع تنفيذ معاهدة ستار ولا تشكل عقبات أمام المتخصصين الروس لإجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية بموجب هذه المعاهدة أعرض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبية جوزيب بورال فكرة حظر التأشيرات لجميع الروس الذين يسافرون إلى أوروبا وقال بورال إن منع دخول جميع الروس للأراضي الأوروبية ليس فكرة جيدة حيث فر أكثر من 300 ألف روسي من بلادهم منتقدا فكرة غلق الباب أمامهم ومن المقرر أن يكتمع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لمناقشة الموضوع بعد أن دعت فلندا وإستونيا والتشيك الأسبوع الماضي إلى حظر التأشير على مستوى الاتحاد الأوروبي للسائحين الروس أعلنت وزارة الدفاع الهولندية عن مشاركة نحو 90 عسكرية من هولندا في تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الدفاع الهولندية لأوكرانيا لبحث تقديم الدعم العسكري لكييف وأضافت الوزيرة الهولندية أن بلادها قدمت للجانب الأوكراني المعدات لإبطال مفعول العبوات الناسفة وتدرس الإمكانيات لدعم أوكرانيا بتقديم الخبرات في مختلف المجالات وتدريب كانت هولندا قد انضمت إلى ورنامج تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا في وقت سبق من أغسطس قالت الحكومة اليابانية أنها ستبقي على العقوبات المفروضة على روسيا في ظل استمرار تدخلها العسكري على أوكرانيا جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اجتماعا افتراضيا للوزراء وقال وزير الخارجية يوشي ماساهاياشي إن كيشيدا أمره بمواصلة ردود الفعل الدبلوماسية اليابانية بما في ذلك فرض عقوبات مع ضمان سلامة المواطنين اليابانيين في روسيا وأوكرانيا وتأمين نظام الدفاع الياباني